من ضمن المشاكل اللي بيعاني منها بالذات الشباب حديث التخرج يمكن اللي بقاله سنين قوي شوية في الموضوع ده من ضمن المشاكل دي انك انت ربنا يا رزقك بمدير عنده حزم وعنده شدة ما بيشكركش كتير ولا بيقدرك قدام الناس فيبدأ كتير من الشباب يبقى مصدوم انا كنت عايز حد يشجعني ولو شجعتني هتطلع احسن ما فيه ويبدأ الانسان ده يحتار اكمل ولا سيب الشغل بص علشان تعرف تريح بالك من الحيرة دي تعال الاول نحط نفسنا على تراك معين في علاقات بيحكمها العقل والعاطفة ماشيين جنب بعض كده وفي علاقات بتحكمها العاطفة الاول زي الارتباط والحب وفي علاقات القائد فيها هو العقل والمنفعة على رأس هذه العلاقات الشغل مش كل المديرين بيعرف يعمل الاتزان ما بين الادارة بالحب والادارة بالحزم مدرستين الادارة المشهورين جدا بل المدير الحازم نفسه اللي بيدير بالحزم ما بيعرفش يعمل بعضهم ما بيعرفش يعمل اتزان ما بين الحزم والعنف عشان كده في عشرات ومئات الكتب وعشرات الكورسات اللي معمولة لصناعة من المدير قائد ليدر يعرف يحفز الناس وهو بيحافظ عليهم يعرف يكبرهم وهو بيحقق بيهم التارجت الكورسات دي معمولة ليه؟ ان الاحصائيات بتقول في فوربس وفي لينكد إن وفي معهد الجلوب بتقول إن عشرة في المية بس من المديرين هم اللي عندهم صفات القيادة والباقي مديرين محتاجين يتعلموا أصلا إدارة وقيادة فأنا النهاردة لو استضمت بمدير في بداية حياتي ولا بمنتصف حياتي مدير حازم لدرجة إنه شديد معايا ما بيشكرنيش خالص ما ينفعش ده يبقى العامل الرئيسي في قراري أفضل ولا مشي في حاجات محفزات وفي بواعث اعرف الفرق من الاتنين دول لو أنت حيران يعني إيه بواعث أنا بشتغل ليه أصلا بشتغل عشان عندي كارير ومحتاج فلوس وعايزة ابني نفسي دي بواعث أصلية وعايزة حقق ذاتي في محفزات الشركة جميلة، المديرين لطاف الزمايل في بني ومعلاقة جميلة دي محفزات ما ينفعش المحفزات تبقى بواعث على أساس أخذ القرار أكمل ولا لأ عشان كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقولك احرص على ما ينفعك واستعم بالله ولا تعجز لأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عارف أن في ناس هتواجه في حياتها مواقف يتعامل مع حد لازم أتعامل معه بس الحدي ده جديد فيبقى حاطط في ميزاني كده هو أنا أسيب عشان هو جديد ولا أفكر في مصلحتي واستحمل وأبدأ أتأقلم طبعا أنا مش بتكلم على واحد بيتشتم وبيتهان ده حاجة إكستريم زيادة أنا بتكلم على أغلب المديرين اللي طبعه بيدير بالحزم عشان يخلص لأنه فوقه مدير تاني دايس عليه فالنهاردة إنت لو سيبت الشغل عشان المدير ده إنت هتروح شغلة تاني سبعين في المية من الموظفين مش شراضين على مديرنهم تمانين في المية أنا قلت لك من شوية جايب لك إحصايات من فوربس ومن لينكد إن فاري بروفاشنل يعني المواقع دي تتكلم على إن بيئة الشغل فيها تحديات تمانين في المية من الموظفين بيقول إن مديري مش بيدعمني ومش بيكبرني فإنت النهاردة ممكن تسيب الشركة دي عشان مديرك عنيف هتروح لشركة تانية ممكن تلاقي واحد أعنف ومن هنا ييجي سؤال واسمح لي في السؤال ده هو مديرك عنيف ولا مديرك بيحب الالتزام هو مديرك عنيف ولا مديرك بيمشي السيستم عليك وعلى غيرك من غير ما يخر المية تاني بقولك اسمح لي في الحتة دي عشان نوصل بس الحاجة تريح بدنا في الحيرة يعني إيه تأخيرك على القهوة خمس دقايق وأنت بتقابل إصحابك لما تتأخر هيتحكوا معاك شوية كانوا عايزين يبدأوا بوليت الكوتشينا وأنت تأخرت خدناها بديحكي وخلاص تأخرش تاني لكن لو اتأخرت خمس دقايق على معاد اجتماع في رئيس مجلس الإدارة دي غلطة كبيرة جدا في الشركات ممكن أنت تكون مش مدرك يا عم دي خمس دقايق إلا حصل لأ دي كبيرة وانا قلتلك اسمحني هفتح قلبك بس وعقلك على بعض الحاجات نقدر لما نكون بنعب ماتش كورة وما نكسبش الفريل قدامنا هنقضل لون بعض واحنا بنشرب حاجة ساعة عند الكوشك بعد كده ولا نروح ننام وخلاص تاني يوم نتقابل نضحك لكن لو ما حققتش التارجد بتاعك مديرك فوقه مدير بيفرمه معلش بالراحة يعني كده كلام الشغل يعني ضغط عليه عشان يضغط عليك انت فتقدير الحاجات دي لازم تبقى فاهم من ده المايند ده العقل اللي ممكن تكون شركتك ماشية بيه فلازم تفرق ما بين حياتك اللي برة وحياتك جوه الشغل اللي فيها مصالح والعواطف فيها أقل شوية سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بيصف الجيش ولقى سيدنا سواد أحد الصحابة مش واقف في الصف قال استوي يا سواد يعني مش هينفى احنا بوقفين جمع بعض واحنا بنشرب حاجة بنأكل حاجة قاعدين كده متناثرين في الجيش واحنا بنصف الجيش زي الساعة المكان غير المكان والمشاعر غير المشاعر واللي بيقود هنا غير اللي بيقود هنا أقصد طريقة القيادة هنا مختلفة سيدنا النبي في الصلاة كان يقول استوي يرحمكم الله وكان يعدي على الصفوف يطم من قبل من قابل ربنا لازم الكل يبقى مستوي القدم في القدم والكتف في الكتف يستوي الصف تراصه تراحمه فيه سيستم معين فاللي بيبقى لسه متخرج وداخل على الشركة نفسه إنه يبقى مع الناس وبنحب بعض وهنحقق التارجة إن شاء الله يفاجأ بالحزم ده؟ لأ ده ما يبقاش محرك ليك إنك تسيب الشغل بتاعك تأقلم، اتعود، امشي صح، سلم شغلك في وقته اجتهد، ساعتها المدير الحازم والمدير الحنين هيحترمك ويعتمد عليك وهتكبر في شغلك إن شاء الله شكرا شكرا